موسيقى أهلا أحبائنا مشاهدينا أرحب بكم أجمل ترحيب في حلقة جديدة من برنامج ليكن نور حديثنا اليوم موضوع شيق كتير هذا الموضوع يعتبر أساس الإيمانيات المسيحية جوهر العقيدة المسيحية نؤمن طبعا في هذا الموضوع من كل الكيان ومن كل القلب ولكن في نفس الوقت أكثر موضوع يهاجم ويحارب بسبب فهم هذا التعبير اليوم رح نتكلم عن يسوع المسيح ابن الله ما هو المقصود أو ما معنى كلمة ابن الله وكيف نفهم هذا التعبير وكيف فهم المعاصرين في أيام المسيح هذا التعبير وما هو الدرس اللي بنتعلمه من خلال إيماننا بيسوع ابن الله أنا بدعوكم أن تشاهدوا هذه الحلقة رح تكون سبب بركة لحياتك وبصلي من كل قلبي أن هذا الإعلان العظيم يكون من نصيبك اليوم ابكوا معي سأعود بعد هذا الفاصل القصير موسيقى موسيقى اشتركوا في القناة اهلا احبائنا مشاهدين برحب فيكم مرة تانية انتم تشاهدون هذه الحلقة على القناة الفضائية قناة الحياة والبرنامج ليكن نور لكن موضوع حلقتنا اليوم في غاية الاهمية وفي غاية الجدية كمان والمسؤولية في نفس الوقت يسوع المسيح ابن الله وبعد يمكن غياب اكم سنة مسرور كتير كتير انه ادعو حتى يكون ضيف الحلقة هو مش ضيف هو صاحب مكان صديق غالي وعزيز القسيس او الدكتور القسيس نيكولا ياسمين الاسيس نيكولا هو راعي الكنيسة المعمدنية الانجلية الكتابية في مونتريال وايضا بحب اذكر ان هو متخصص طبعا هو في علم النفس والمشهورة المسيحية اهله سهلا اسيس نيكولا الرب يباركك ويخليك كتير مسرور يكون معك ومع مشاهدينا الاحبة في كل مكان من بعد لوكداون وكورونا والفيروس وبشكر الرب ان احنا موجودين هون الى هنا اعاننا الرب ونقول الحمدلله على السلام لكل الاحبة اللي اصيبوا او اصيب احد من عائلاتهم والرب حفظنا لهالوقت من اكم سن عملنا اكم حلقة معاك اسيس نيكولا والناس حبوك وفعلا عدنا الحلقات عدة مرات يعني استنفزناها بالكامل وانا متأكد انه هذه الحلقة كمان رح تكون سبب بركة للعديد من الناس موضوع ابن الله موضوع بالنسبة لنا كمسيحيين غالي ثمين جدا على قلوبنا انا متكلم على المؤمنين وبنفس الوقت هو غالي ثمين على قلوب مسيحيين كثيرين رغم عدم ادراكهم لاهمية هذا الموضوع ومن ناحية اخرى موضوع يساء فهمه عندما نقول يسوع ابن الله فخليني في البداية هيك نجي من الاخر ما هو مفهوم او تعريف يسوع ابن الله نعم اول شي بدي اقول انه في كتير اشخاص يلي مجرد سماع لهالعبارة ابن الله يستغفرون الله فانا بهذه الحلقة اتمنى على الجميع انه لا نطلب من احد ان يوافق معنا او يؤمن كما نؤمن مع انه نتمنى ذلك لكن نطلب من الجميع ان يفهموا ماذا نقصد في هذا الموضوع لانه مجرد ما يقول حدا ابن الله دغري بتوارد الى اذهانهم تزاوج وتجانس وانجاب وانجاب ليس هذا ما نقصده ولا ما نفهمه ولا ما نقوله ولا ما نعنيه لذلك نطلب من الاشخاص افهم ما نقول وما نؤمن به وما يعلمنا الكتاب المقدس وافعل به ما تشاء لكن لا تتهم نزور بانا نتهم الله زور بالتزاوج والتجانس والانجاب شيء اخر البعض يقولون اين قال المسيح انا هو الله فاعبدوني والسؤال يسمحوا لي ان يقول سخيف وغريب لانه مش مضطر المسيح يقول عبارة بشكل معين قولوا اياها حتى نحنا نؤمن به وبالتالي عمليا ما حدا يقول هالكلام ما حدا يقول بوظيفة مثلا معينة شركة انا الرئيس فاطيعوني يكفي ان يتصرف كرئيس وان يعامل كرئيس وتكون صلاحياته كرئيس لكي يكون الرئيس ولا اب كل يوم يصحى الصبح يقول انا الاب فاطيعوني الى اخره امر تالت كيف يمكن لابن الله الذي تجسد واخذ هيئة بشر وجال في ارض اسرائيل في ذلك الوقت بين شعب يهودي متدين يؤمن بالله الواحد يعني من تثني ستة شماع اليهود بيقولوا الصبح والمساء اكثر من مرة اسمع يا اسرائيل الرب الهنا رب واحد يعني التوحيد لله مش حديث كنا مضطرين حدا يجي بهذه الرسالة فتصور شخص انسان يمشي ويقول للناس الذين يلتقي بهم انا الله فاعبدوني لصلبوه من اول يوم واعتبروه كفر ولكن كل ما قالوا المسيح وكل ما عملوا المسيح للفكر اليهودي الذي يفهم التوراة والعاد القديم كان يقول المسيح انا الله فاعبدوني لنأخذ على سبيل مثال بعض اعماله حين يقيم الموت فماذا يقول للناس من يقيم الموت تقول باذن الله الله يأذن للناس ان يعملوا بعض امور لكن لا يأذن للناس ان يعملوا امور الهية اقامة الموت والقيامية من صنع الله وعشان بيستذكروا يعني في العهد القديم اليه وقليش اقاموا موت ولكن معجزات المسيح بتختلف يعني تختلف جدا وراح اذكر بعض الامور الاخرى حين يقول المسيح لأحد مغفور لك كفر من يقدر ان يغفر خطايا الى الله وحده لما بقول المسيح مثلا انا والاب واحد لما بقول لكي يكرم الجميع الابن كما يكرمون الاب يعني من يتجرأ ليقول هذا حين يقول المسيح مثلا لان ابن الانسان هو رب السبت ايضا من هو رب السبت بالنسبة لأي يهودي غير الله حين يقول مثلا المسيح عن نفسه انه هو الرب اسأل اي يهودي الرب الهنا رب واحد والرب دون دخول في التفاصيل التي يعني ممكن تكون مربكة للبعض اسم الله العلم يهوى استبدل بأدوناي الرب وترجم الى كيريوس للترجمات اليونانية السبعينية والمسيح هذا كيريوس الذي هو يهوى المسيح اطلق على نفسه واطلق عليه بدون اي تحفظ والمسيح قال اكثر مرة ايغو ايمي يهوى انا يهوى انا هو انا هو انا هو انا هو فإذا هن فهموا شو المسيح كان يجار يقول بعد يضيف شغلة بسيطة من دخول في تفاصيل ابن الله ابن في العهد القديم استخدم وبنت للدلالة على نفس ذات الشخص مثلا اي شعب صهيون الذين يحملون نفس طبيعة لما يقول ارميا في اصحاح تسعم ليت رأس ماء عينية ينبوع دموع فأبكي نهارا وليلا قتلى بنت شعبي يعني شعبه جوز وأنجب بنت كان يقصد المقتولين هؤلاء هم شعبي وليسوا غرباء سواح هم بنت شعبي ابن صهيون حتى نحن بالعربي نقول ابن الجبل وابن فلسطين وابن سوريا وابن لبنان وابن الرافدين تماما فأزن بهذا المعنى الله لا يتزوج الله لا يتجانس لكن ابن الله بمعنى روحي ورح نشوف مع بعضنا التفاصيل اليوم طيب شكرا كتير فعلا يعني هاي المقدمة كانت مهمة جدا فيه شيء تاني أنه لما متكلم عن الحديث ابن الله عادة بيجيبوا التعبير طب ما فيه تعبيرات تانية أسماء تانية في العهد القديم أنه دعوا أولاد الله فما الفرق بين أبناء الله اللي بيتكلم عنها الكتاب في العهد القديم وابن الله اللي بيتكلم عنه العهد الجديد سؤال ممتاز جدا لأنه آدم دعي أبن الله داود دعي أبن الله الملائكة دعوا أولاد الله وكل مؤمن في المسيح أعطاهم سلطان أن يصيروا أولاد الله فكيف يكون المسيح ابن الله مختلف وأنا أريد أن أقول أن المسيح عندما يقول عنه ابن الله يضيف دائما عبارة بجانبها ابن الله الوحيد ابن الله الوحيد آدم ابن الله بالخلق لأنه خلقه أتى به إلى هذا العالم والباقيين كلنا نحن أبناء الله إذ نؤمن به فيتبنانا لكن المسيح هو ابن الله الوحيد تفيد التميز طبعا تماما تفيد أمرين التميز والتفوق على أي شخص آخر وحامل نفس الطبيعة فيه بدع نحن نحب كل الناس ولكن لا نوافق على كل التعاليم لكن في بدعة أقول أنه الوحيد بمعنى أنه الله خلقه وهنا أقول أنه في كل الكتاب لا يوجد بأي مكان يقول أن المسيح مخلوق أو خلقه وإلا انتهى النقاش هون خلقه مخلوق انتهى الموضوع لكن دائما يقول ولده ومن يلد شخص يلد شيخص يحمل نفس صفاته ونفس طبيعته ونفس جوهره وليس أقل منه في الجوهر وربما يختلف يتميز بالدور وبالشخصية ولكن هو يحمل ابن الإنسان إنسان وابن النسر نسر وابن الأسد أسد فإذن هو ليس ابن بالخلق ولنا مثل جيد جدا يشرح هذه الحقيقة مثلا بتكوين 22-2 قال الله لإبراهيم فقال خذ ابنك وحيدك وحيدك الذي تحبه إسحاق مش إسماعيل على فكرة على كل حال هل إسحاق كان وحيد ما كان وحيد كان في إسماعيل كان في إسماعيل قبله ويقتبس بالعهد الجديد فيقول وعلى كل حال تكرت أكثر من مرة بالتكوين بـ 22-12 لكن يقتبس بعبرانيين 11-17 ويقول بالإيمان قدم إبراهيم إسحاق وهو مجرب قدم الذي قبل المواعيد وحيده هل يمكن كاتب سفر التكوين موسى التوراة وكاتب سفر العبرانيين في العادة الجديد يجف له أنه عنده ولد قبله بأي معنى كان إسحاق ابن إبراهيم الوحيد أي أنه الفريد من نوعه المتميز ابن الموعد ابن المعجزة لأنه أمه عاقر نعم حتى ما أحد يشك أنه أمه عاقر انتظر إلى أنه صارت شيخة يعني بعد السن نعم بعد الستين يستحيل إنجاب يعني يستحيل إنجاب لأنها عاقر كل عمرها كان عمرها تسعين عفو تسعين أيوة سارة أنا بتكلم أيوة سارة مشكلة بالأقل عفو عفو بالعكس أنا بشكرك في وقت يكون عم بيحكي عن إبراهيم بيقول مثلا بولوس فبيضحك الأخوي بقول لي آه بس على فكرة أو على كل حال هو ابن الموعد وانتظر الله أنه لعل أحد شك أنه في نساء يتأخروا 10-15 سنة من الزواج اللي ينجبوا انتظر إلى ممات مستودع سارة يعني انتهت من الإنجاب وأنجب إذن ليس بقوة إبراهيم الطبيعية ولا بإنجاب بهذا المعنى كان هو ابن الموعد بهذا المعنى كان ابن الإيمان بهذا المعنى أن الله تدخل في معجزة وبنفس الطريقة الرب يسوع المسيح يعني نساءل سؤال لأخي المحبوب ولماذا قصد الله أن يولد المسيح من عذراء قبل الزواج هو متعارف على هذا الأمر في الإيمان المسيحي والديانات الأخرى أن أمه كانت عذراء بس لحتى الله يفرج عضلاته أنه أنا بقدر أنجب ولد من عذراء ما في شك في أن الله قادر أن يخلق من الحجارة بشر ما خلق الإنسان من عدم ما الدلالة في معجزات الله هناك دلالة هناك درس أكيد لما يقيم الموتى ما هو سيقيم كل الموتى في يوم الأيام لكن هذا دليل أنه هو لو سلطان الحياة ورب الحياة وحين يولد ولد من عذراء بدون رجل أرضي أب أرضي إذن من هو أبوه؟ من هو أبوه؟ ونحن نعلم حتى وطبعا كان هذا كان سؤال مريم يعني بشكل عقلاني خليني نسميه أنه كيف يكون هذا وأنا لست أعرفه رجلا أيوة أجاب الملاك وقال الروح القدس يحل عليك تماما وقوة العلي تظللك فلذلك القدس المولود منك يدعى يدعى ابن الله صحيح والأيات كثيرة بالحقيقة التي تتكلم عن أن المسيح هو ابن الله الوحيد أذكر البعض منها يحنى 3-16 أيوة أشهر أي في إيماننا المسيح لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية يحنى 1-14 يقول والكلمة صار جسدا وحلى بيننا ورأينا مجده مجدا كما لوحيد مختلف مونوغنيس مختلف متميز متفوق على أي أحد آخر يحنى 1-18 يقول الله لم يره أحد قط الابن الوحيد الذي هو في حضن الآب الحضن الحضن ليس معنى لاب الحضن أي صدر بسم الحضن الله عنده المسيح عبط ولكن الله روح ولكن الذي هو في جوهر وداخل صميم الله الابن الوحيد الذي في حضن الآب هو خبر الذي يؤمن به لا يدان والذي لا يؤمن قد دين لأنه لم يؤمن بإسم ابن الله الوحيد وغيرها يعني أنا كنت عاوز أسألك فعلا على هذا السؤال لأنه في في الإنجليزي في كينج جيمز تترجم بيقاطن 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 صن في الترجمة التفسرية أو الـ ن.i.v في الإنجليزي بيقاطن يعني بيركز على فكرة التميز والتفرد في هوية المسيح شو مقصود لأنه مرات حتى بيحاولوا يحاربوا فكرة بيقاطن يعني الابن كأنه في إش تناسل تماما مثل أقول أنه بكل الكتاب يرينا أن المسيح هو من جوهر الله من طبيعة الله ورح نصرف يمكننا آخر جزء من اليوم على التأمل بمقطعين بكلوسي واحد وعبرانين واحد لأنه يعطينا تفصيل وشرح ما المقصود بابن الله وأنا دايما أقول للناس حقيقة في غاية الأهمية بأي موضوع بخصص الله أخي المحبوب أسيس نيزار الله روح من خارج الزمان والمكان والبيولوجيا والفيزيا كما ندرك فيها الأمور بحواسنا الخمسة فإذا بدنا نفهم فيروس نحطه تحت المجهر وننظر إليه ونوام لكن لا يمكننا بالمراقبة بالتحليل المنطقي أن نفهم الله لأن الله من خارج عالمنا كثير من الناس يقولوا الأمر لا يبدو منطقي ولما تأتي إلى الله هذا لا معنى له لأن المنطق تبعنا يخضع للزمان والمكان والمحسوس والملموس وأنا سطيع أن ندرك بحواسنا الله من خارج حواسنا لذلك الطريقة الوحيدة لفهم الله ليست الفلسفة والإدراك البشري بل قبول إعلان الله عن ذاته وبعطي مثل صغير للتوضيح فرضا ركبنا أنا وياك في طائرة وذهبنا ونزلنا إلى أحد القبائل في أدغال ومجاهل أفريقيا أو البرازيل أو غيره ويتطلع فينا ويقول لنا أنتوا تبدو غريبين علينا كيف أتيتم إلى هنا نقول لهم في الطائرة طائرة أخي هو يشبه النصر كبير فارغ من داخله نجلس فيه أي نصر بمفهومهم كبير به وكيف تجلس في بطن النصر فبالآخر نحن نحاول بكلماتهم وتعبيرهم صح أن نشرح لهم شيء من خارج عالمهم مع أننا بشر وهم بشر ونشرح المادة بالمادة كم بالحري لو أتى الله إلى الإنسان من خارج عالمنا ويريد أن يشرح لنا من هو وما هو طريقة الوحيدة هي أن نقبل إعلانه وأن نؤمن بما يقوله ولا أن نخضع لفكرنا نقوله بما أنه فكرنا الصغير لا يستطيع أن يستوعب ويدركك فإذا نحن صح أنت غلط لا هو صح ونحن الأعجز من أن ندركه لذلك لما بيقول أنه ابن الله أنا أظن أنه يستعمل أقرب فكرة لفكرنا كبشر لندرك موضة الإنسان لابنه وقربه من ابنه وكيف الإنسان يولد إنسان على مستواه من الجوهر والبشرية أجان وليس بالضرورة على مستواه في الدور لأننا نعلم أن الله هو ذات قائم بذاته هو الأب الذي منه كل شيء والمسيح هو ابن الله ليس اسم وحيد أو صفة وحيدة هو دعي أيضا يهوى هو الله كلمة الله ودعي كلمة الله كلمة الله أيها فكر الله هو ذات وهو فكر والله حياة هو روح وهذه الثلاثة شخصيات تكون الله الواحد ولا نقول للآب والقديسة مريم على الإطلاق ولا نقول أن الإنسان صار إله على الإطلاق لكن نقول الإله أخذ أخذ جسد وصار بطبيعة بشري فإذن قد لا نقبل هذه الحقيقة وأنا دائما أقول لأخوتي من أي خلفه كانت أخي صلي وقال لي يا رب هذا ما أعلنت لنا في كتابك المقدس سعدني أقبل وأنا أفهمه والله يعلن لنا عن ذاته ولكن ليس بالضرورة أن نخضع الله لفكرنا وأننا نرفضه وأننا نكون جهال الله أوصع مننا وأكبر مننا فعلا المسيح ليس إنسانا وجعلنا منه إلها وعبدنا لكن الله اختار الطريقة فهذا يقودني إلى العرفان بالجميل والشكر والإمتنان كل حياته وكل الأبدية لأنه كل الفكرة طبعا أنه جاء حتى يعلن عن ذاته فيه سؤال طبعا إذا المسيح ابن الله متى دعية ابن الله السؤال في غاية الأهمية وجميل جدا لأنه هناك عدة أفكار ونحن نؤمن أن هذا الكتاب المقدس الثمين بعهديه القديم والجديد 66 سفر أي كتاب كتب لنا لتوضيح أمور كثيرة لكن لا يمكن أن نفهم كل شيء عن الله في عالمنا هذا قد ينقرب لنا لو فهمنا كل شيء عن الله ما عد أنه كان الله خلاص كنا صرنا الله أنا إنسان أستطيع أن أفهم الإنسان لأني إنسان ولكن لما أنا أفهم الله وأدركه بالتمام هذا أمر مستحيل فنحن في بعض التصريحات أسيس نيزار كما نعلم أعطانا إياها في الكتاب وشرح لنا إياها تكرارا وفي بعض الأمور ذكرها وعبر عنها فبيقول موسى المعلنات لنا ولبنينا لنعمل بها والسرائر الأسرار للرب للرب إلهنا لكن هناك عدة أمور أو مراحل دعا فيها الله المسيح ابنه رح نمر عليها لكن نبقي بفكرنا ذلك يتفق اللاهوتيون بأن كل ما ذكر المسيح ابن الله كان ذلك له علاقة بدوره الفدائي بغير علاقته مع الفداء دعي يهوى دعي إلهيم دعي الرب دعي الخالق دعي الكلمة ابن الله لها مجال وترابط بالفداء مثلا هناك من يقول هو صار ابن الله حين ولد والآية بتقول فأجاب الملاك لما بشر القديس مريم القدوس الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك لذلك أيضا القدوس المولود منك يدعى يدعى ابن الله المولود منك يدعى أيوان في البعض بظنه أنه هو صار ابن الله في الولادة من الجسد وهذا ليس صحيح يدعى ابن الله بالولادة أتى ابن الله إلى هذا العالم هناك أي تاني توحي وكأنه في معمودية المسيح دعي ابن الله بيقول وصوت من السموات قائلا هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت وهنا معبول هنا صار لكن هنا أتى الإعلان لأنه هناك يظن يسوع ولد إنسان عادي بالمعمودية حل قدس فصار المسيح فيه بدعة الغنوصية والله اليوم أولادهم شو دي وغيرهم بفكر وأنا أكيد أحب كل هؤلاء الناس وافقونا لم يوافقونا آمنوا مثلنا وليس مثلنا ونحن نتساعد مع بعضنا لإفهام بعضنا البعض وليس للعدائية اليوم أستغرب أسيس نزار ديش في ناس بإسم الله يبغضون ويقتلون ويشجرون النقاش دائما مفيد وجميل وشيق ولكن بالآخر لو في شخص يخالفني الإيمان هذا داعي لي أحبه أكثر وأصلي لأجله أكثر تعامل معه لأنه أمي الله تول باله علي وعليك ويترائف علينا من زمان واليوم فأستغرب كيف الناس بإسم الله يقترفون كل ما يبغض يبغضه الله ثالثا هناك من يظن أنه في القيامة صار ابن الله بقول وتعين ابن الله بقوة من جهة روح القداسة بالقيامة من الأموات يسوع المسيح ربنا تعين بالحقيقة بالإنجليزي بأوضح شوي برومي 1-4 بقول مش تعين في ناس عينوا ابن الله لما قوهم من الأموات أعلن 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 توضح لأنه كيف ابن الله أن يموت يبقى ميت هل يموت الله لا يموت الله لكن أظهر وتبرهن أنه ابن الله بأنه قام من الأموات فإذا تبرهن بولادته بتجسده وتبرهن في موته وتبرهن في قيامته وتبرهن أيضا في صعوده قال الذي هو بهاء مجده ورسم جوهره وحامل كل الأشياء بكلمة قدرته بعدما صنع بنفسه تطهيرا لخطايانا جلس عن يمين العظم في الأعالي صار صائرا أعظم من الملائكة بمقدار ما ورث اسما أفضل منه وشو هيدا الاسم بكمل دغن بعد بقول ولمن من الملائكة قال قط أنت ابني فهذا هذا هو الاسم فإذا نرى أهم محطات عمل الفداء والتجسد حين أتى هذا هو ابني حين تعمد بروا الخدس هذا هو ابني على فكرة مرتين اجت الشهادة بصوت مسموع من السماء بمعمودية المسيح وبالتجلي هذا هو ابني هو مش كلكن أولادي بنفس الطريقة أنتم أولادي بالخلق أنتم أولادي بالمحبة أنتم أولادي بالتبني لكن هذا الذي هو من جوهر الله هذا ابني الوحيد الوحيد وهذا ما رح نركز عليه مثل ما ذكرت كستيس نيكولا أنا أحب بعض كمان فرصة للمشاهدين لربما أثار الموضوع يعني في شيء في داخلك حابب تعرفه أكتر حابب تستوضح أكتر يمكن محتاج لتفسير أو تتعمق أكتر إحنا موجدين طبعا هذا موضوع ابن الله هو إعلان بالأول يعني بالآخر هو إعلان إلهي للشخص ولكن إحنا ممكن نساعد حتى نوضح من ناحية كتابية هذه الإعلانات فأنا بشجعك إنك تتواصل معنا وتدخل الصفحة كمان وإذا عندك أي سؤال تتواصل معنا ابقوا معي سأعود بعد هذا الفاصل القصير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة رب يسوع في هذه الحلقة حديثنا عن يسوع المسيح ابن الله واللي عم بكلمنا في الحلقة الدكتور القص نقولة ياسمين وبصراحة الموضوع شيق جدا وأنا بشجع كمان الناس اللي بشاهدونا أنه ترجع وتشاهد الحلقة مرة تانية على صفحتنا صفحة نور لجميع الأمم خليني بس أستوضح شيء مهم من كلامك أسيس نيكولا يعني فإذا هل صار المسيح ابن الله حين تجسد أم أن هذا الموضوع يعني أقدم سؤال مهم جدا لأنه بناء على هالآيات اللي قرينيها ابن الله بالولادة ابن الله بالمعمودية ابن الله بالموت ابن الله في القيامة فالبعض يظنوا أنه الله أنجب ولد خلق حين أتى لكن الحقيقة مش صح لأنه في أكتر من الآية بتفرجينا أنه بنوة المسيح للآب هي أزلية من أزلية الآب مثلا بيقول الإبن الوحيد الذي هو في حضن الآب هو خبر فإذا كان في حضن الآب الإبن الوحيد وخبر بيقول كمان هكذا حب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد فإذا كان ابنه قبل أن بذله ولكن حين أتى إلى الأرض بالولادة بالموت بالقيامة بالصعود برهنة أنه ابن الله فالله لا يتغير في أزليته يعني إذا الله ذات أب الأب هو المسؤول في البيت رب البيت والله هو حكمة هو عقل مننا يجي تكلمة هو فكر والله هو حياة فشيل أي واحد منها الثلاثة ماذا يبقى من الله أن لا يكون ذات وأب وحاكم وملك وأن لا يكون عنده لو كان الله خلق المسيح في وقت من الأوقات إذن كان أخرس أو غير ناطق أو بلا منطق في وقت الأوقات لأنه كان بلا كلمة أو كان بلا روح ماذا كان جماد فإذن ذات الله وفكر الله وروح الله قائم بذاته منذ الأزل فحده يقول لي كيف وبعض الناس يقولوا كيف واحد زائد واحد زائد واحد يساوي واحد نرجع نقول هذه الفرضيات أعتبرها محترام الجميع سخيفة لأنه نستطيع أن ندرك بكل بساطة حتى من عالمنا المادي المحسوس قديش فيه وحدات معينة أو واحد أشياء واحدة فيها مئات العناصر أنا إنسان واحد لكن عندي جسد ونفس روح أنا إنسان واحد وضمن الجسد عندي عقل وماعدة وأنا إنسان واحد حتى المياه هي مياه واحدة لكن عرضها للتبخر فتنفس الغازين هما غازين متميزين لكن إذا انفصلوا ببط الماء مع بعضهم حتى نعطي أمثلة مثل الشمس التي فيها النار والنور والحرارة والبيضة التي فيها السفار والبيض والقشرة لا نقول أنه الثلوث يشبه هذه الأشياء لأنه الله من خارج عالمنا لكن كيف بعالم الروح لا نستطيع أن نقبل أنه ضمن الله هناك تمايز من دون انفصال وهناك وحدة من دون مخلاط الكتاب المقدس لا يعبر عن فكرة الشرك مثل ما ذكرت واحد زائد واحد زائد واحد شيء طبيعي يساوي تلاتي لكن الكتاب عبر عن يسوع أنا في الآب والآب في الروح الحال في فإذا نحن دام نقول مش واحد زائد واحد واحد في واحد في واحد يساوي واحد يعني إذا حبينا المنطق البشر ولكن مثل ما ذكرت حضرتك أنه كيف نعبر عن الله يعني إحنا مش فاهمين كيف العقل بيشتغل وكيف الجسم بيشتغل وكيف الكواكب تشتغل يعقل أنه نفهم الله وطبيعة الله فإذا هو أزلي ولكن هل العهد القديم بردو يعبر ولو بشكل بآخر أنه المسيح هو ابن الله طبعا هناك آيات عديدة نكتفي بذكر واحدة من إشعية بيقول لأنه يولد لنا ولد وأنا بتعجبني هون مش يولد ولد لنا لنا بديش بعزينا الحقيقة هذا الإله ليس الإله الغريب البعيد المتسلط المخيف يولد لنا لألنا إيجا لألنا ليفتدينا ونعطى لألنا عطي لألنا ابنا وتكون الرياسة على كتفه بس هون التمييز بالكلمتين ولد وابن الولد اللي هو في الولادة عن طريق القديسة مريم في ملء الزمان في بيت لحم ولد المسيح صحيح نعطى ابنا الذي يأتي من فوق هو فوق الجميع المسيح صرح أنه نزل من السماء صحيح ليس واضح الكلمات تماما ونرجع نقول الولادة أي الانبثاق من يعني نور الشمس تولد من الشمس والحرارة من الشمس تولد من الشمس من دون لا إنجاب ولا فإذا إذا تكلمنا عن ولادة البشرية نتكلم عن إنجاب لكن حين نتكلم عن ولادة بمعنى مجازية فينا بكل بساطة نفهم هالأمور لكن لما إنسان أخي المحبوب أسيس نزار من وقت اللي بيخلق بهالدني فيه فكر موجود حد عم بيبثل له إنه في ناس مشركين جعلوا من المسيح الله وحاشا وكل إنه يتزوج مريم وإنه ينجب وكفر وكل هالكلام يعني كيف يمكن فهو خلاص يعني تفكيره نمط تفكيره نحن لا نشكك بالقدرة العقلية أو الذكائية لا نحكي عن تفكير الديني أو الروحي صار مبرمج إلى أنه يفكر إنه من يؤمن بالمسيح كابن الله يعني هو بالضرورة عم ينصب لأله الأمور التجانسية يا أخي نخرج خارجها شوي يعني وهذه أمور عولجت على مدى مئات السنين كمان يعني يعني كيف فهم اليهود هذا التعبير في أيام المسيح أو أنت إنسان هيك بقوله يسوع تجعل من نفسك إلها ليه لسنا نرجمك من أجل عمل الحسن بل وأنت إنسان تجعل نفسك إلها يعني فكيف كيف كلمة ابن الله أنه إله تمام هم قال لهم أنا إله وقال لهم أنا ابن الله قال لهم خلاص بك على كل حال المسيح في تهمتين رجم لأجلهم صلب لأجلهم يعني حاول يرجموه من قبل ما زابطت لأنه قال أنا ابن الله معادل نفسه بالله بيحنى 5 ويحنى 10 لكن هناك تهمتين المسيح صلب لأجلهم لأنه اعتبر أنه جدف مرة حين قال أنا ابن الله أنت ابن العلي قال له نعم قال خلاص ما بقد نشهود شقة بس في واحدة تانية نتأمل فيها بحلقة أخرى لما قال له أنا ابن الإنسان قالوا جدف ليه طيف وربما هناك لغة أكتر حول ما معنى ابن الإنسان من ما هو ما معنى ابن الله هو التهمتين رجال الدين عباقرة الإيمان المحكم الديني أعلى محكم شرعي ديني في ذاك الوقت لما قال له أنا ابن الإنسان اعتبروه جدف وجعل من نفسه إله لما قال أنا ابن الله اعتبروه جدف وجعل من نفسه إله فلو كان ابن الإنسان يعني أنا إنسان مثلي مثلك وابن الله كلنا أولاد الله وين تجديف في الموضوع. ليش فهموا الأمر كذلك لأنه الفكر اليهودي يفهم أنه ابن شخص ما يحمل طبيعته. ابن شعبي يعني شعبي. ابن صيون يعني شعب صيون. ابن الله يعني الله. وابن الإنسان أمر آخر في الحلقة المقبلة. أكيد أكيد شوقتنا أسيس وخليني أنت ذكرت في البداية أنك عاوز تعطي يعني فترة في أيتين صحيح. قبل ما أسألك على الأيتين اللي في كولوس وفي العبرانيين هل في شيء تاني بتحب تضيفه ولا ندخل؟ أنا بس بدي ألخص وقول ابن الله استعمل استعمل هالتعبير اللي حتى نحن نفهم. الثلاث أمور في شخص المسيح. واحد علاقته في الآب. ابن الله الوحيد. وبقانون الإيمان النقاوي أي من نيقيا نيس اللي هي إسطنبول اليوم بداية القرن الرابع ولا يزال كل المسيحيين يؤمنون كذلك. نور من نور. كما ينبثق النور من النور. كيف تفصل النور المنبثق عن النور المبعث أو الذي يبعثه؟ هناك المسبب وهناك النتيجة لكن المترابطين تماما. إلا حق من إلا حق مولود غير مخلوق. إلا نحن رح نقرب من الكريسمس من عيد الميلاد وأوقات حد بقول خلق المسيح. وأنا لتقول لا لم يخلق المسيح. ولد المسيح. يتكلموها كلغوة يعني عادة هاي لغوة يستخدموها في فلسطين و لبنان على فكرة. أنا بقول لكل أحبائنا خاصا حبيبنا المسيحيين مخلق المسيح. هو الخالق ولكن ولد المسيح. فإذا بعلقته مع الآب يقول طعامي أن أعمل مشيئة الذي أرسلني وأتمم. عمله. المسيح دعا الله الآب بالأنجيل 174 مرة. لم يذكر يهوة ولا مرة. في العجيب ما في اسم يهوة. الإسم الجديد التي أتى به لنا في العجيب هو الآب. قال له أنا أعطيتهم الإسم الذي أعطيتني. طيب إذا أنا بتكلم أوقت مع ناس اللي بيشددوا اسم الله في العالم القديم أحد أسم الله يهوة وهذا على راسنا وهذا اسم الله العالم. بس إذا كان عم بقول للآب يحنى 17 أنا أعطيتهم للإسم الذي أعطيتني إذا هو يهوهم هني بيعرفو قبلوا البعض أكبر منه في السن كان. ما هو هذا الاسم؟ أيها الآب أيها الآب أيها الآب أيها الآب ثبتهم في حقك الأعلان الجديد كان. الأبي علقته مع نوع الأب فإذا في علاقته مع الأب وفي علاقته المسيانية المسيحية لأنه الابن الذي هو في حضن الأب هو الذي أتى وخبر أتى لأجل خلاصنا وأيضا ابن الله مثل ما قالنا من شوي كان تصريح الذي به يقول لهم أنا الله أنا أنا اللي بغفر خطايا أنا السبت أنا رب للسبت الهيكل هذا بيتي هذا بيتي تصور لهم بيتي بيتي الصلاة يدعى ليس بيتي بيتي من هو رب الهيكل غير الله يعني حتى في نبوة العهد القديم حتى الفكر اليهودي بيآمن أن المسيح هو الذي يبني الهيكل وتهمي تالتي كانت للمسيح أنه ياباني الهيكل وناقده في ثلاثة أيام صحيح فهو وضح أنه هو رب الهيكل أيوة أيوة فهو كان يقول لهم كل ما هو للأب فهو ليه أنتوا بتقامنوا بالسبت أنا ربه للسبت أنتوا بتقامنوا ببراهيم قبل أن يكون ببراهيم أنا كان قالوا له كيف أنت يعني هو ببراهيم قبل ألاف سنين أنت معمرك خمسين سنين كيف قبله أخذ وأبل ما ننتقل لهالآتين الحلوين بس لاحظ أخي الحبيب يهوى الترجمة اليونانية لإله أنا هو هاي معنيتها أنا هو يعني أنا قائم بذاتي أنا المسبب لوجودي لا أحد سبب وجودي فأجل المسيح وقال لهم سبع مرات أنا هو وكل وحدة قال لهم هي كانت لا الله في العالم قال لهم هاي الليل بتقامنوا فيه مثلا إذا بتسأل أي يهودي من هو راعي إسرائيل هلون هيك شك الرب راعية يهوى راعية يهوى راعية قال لهم أنا هو الراعي الصالح إذا بتسأل أي يهودي من هو مصدر النور مين هو النور ما في أي شك قال لهم أنا هو نور العالم إذا بتسأل من هو مصدر الحياة لأي يهودي عامي لك واحد الله أنا هو الطريق والحق والحياة حتى بالآخر اختصار قال لهم إيجو إيمي أنا هو حين إذن تفهمون إني أنا هو تماما فكل كلمة قال كل شيء يعمل وكان عم يقول لهم رجائكم في العاد القديم اللي أنتوا منتظرينه أنا هو أنا والآب واحد نحن الوقت عم بيأذف أساس نيكولا والحديث ممتع معاك فخلينا نأخذ بهذه المرحلة أنت ذكرت الآيتين اللي في كلوسة وفي العبرانين سؤال ليه خطرت هذول الآيتين هن مقطعين بالحقيقة يلي بوضحوا لنا شيء الأبن ومن هو الأبن لأنه الأبن ممكن يعني أي شيء مثل ما شفنا ابن بالتوالد ابن بالخلق أو ابن بالطبيعة يعني التوالد حدا يخلف ولد عادي أنه يخلف أنا عندي ثلاث أولاد حضرتك عندك أكثر أو ابن وحيد فما المقصود في الموضوع هل هو جزء من الخليقة أو أنه هو خالق الخليقة إذا هو جزء من الخليقة أنت هل موضوع هو نبي من الأنبياء ورسول من الرسول فنحترمه علىها لكن إذا كان هو خالق الخليقة وهو مساوي للآب فعلينا أن نخضع لإعلان الله ولا أن نخضع الله لإدراكنا بالحقيقة يا رب هذه الفكرة صعبة علينا فإذن أنت يجب أن لا تكون كذلك إذا كبري بشعري أن أفرض على إلهي ماذا يجب أن يكون لأن عقلي استطاع أو لم يستطع أن يقبل حقيقة الإنسان مخلوق على صورة الله الأدبية الروحية ليس الله المخلوق على صورة الإنسان أمين صحيح مثلا نشوف خيب كولوسي رح أمش عليها شوي بصرعة ونجنائف أكتر على العبرانيين بقول الذي أنقذنا من سلطان الظلمة ونقلنا إلى ملكوتي ابن محبتي كولوسي 11-13 نقلنا من سلطان الظلمة ونقلنا أنقذنا ونقلنا إلى ملكوتي ابن محبتي من هو هذا ابن محبته كيف يصفه يعطي عشر صفات بصرعة شوية الذي فيه لنا الفداء بدمه غفران الخطايا وكل مطرح كل مقطع يتكلم عن عظمة ولهوت المسيح يذكر نفس الوقت صلبه وفدائه أول شيء لأنه لا ينفصل يسوع الإله عن يسوع الإنسان لأنه لو لم يكن إله لما سطاع أن يخلصنا تاني شيء كالنبول هو عظيم في لهوته وصار عظيما أكثر في نظرنا في فدائه هذا العظيم الإله الذي خلقنا تمثل وتشبه بنا معقول يصير الله إنسان هو ليس معقول لكن هو أراد ذلك نسمع عن ملك يتنكر ويمشي بين العبيد أو يمشي بين المساجين هو ليس مجبور لكن هذا خيار ومن أنا ومن أنت اللي نستطيع أن نقول الله لا يحق لك أن تصير الإنسان لو أراد فهذا أول شيء هو الفادي اثنين الذي هو صورة الله من هون جاي كلمة أيقوني إيكون باليوناني وكلمة إيكون معناتها إمج أو ريبريزنتيشن أو لايكنس اللي هو صورة طبق الأصل بفرق بين شبه وبين صورة شبه أنا بشبهك في أمور معي صورة عندك صورة وحدة إذا واحد أخذ لك صورة هو صورة الله غير المنظور ثلاثة بكر كل خليقة البعض يظنوا بكر معناته المخلوق الأول لا بكر بمعنى هو سيد كل خليقة ياريت في وقت نشرح كل وحدة منها وللأسف بسبب الوقت تماما رابعا فإنه فيه يحل خلق الكل فإذنه هو الخالق وليس المخلوق كل شيء خلق خلق فيه ما في السموات حتى ما تغلطوا بس على الأرض ما في السموات ملائكي قدسين كوي وما على الأرض خمسة بقول الذي هو قبل كل شيء السرمدية الأزلية قبل أن يكون إبراهيم مش أنا كنت أنا كائن أنا موجود السادسة بقول وفيه يقوم الكل فيه يقوم الكل hold together متماسك متماسك يعني إذا كان هالكون وكل شيء من حول متماسك لأنه هو خلقه وهو ماسكه حاملا كل الأشياء بكلمة قدرته تماما وهو رأس الجسد الكنيسة هو رأس الكنيسة الذي هو البداء بكلمة العملات ما هو البداء بقول شفت هنا البداء لا إذا شوف خ scientifically بقول هو البداية فإذا بداية فإذا كان لدينا مشكلة له نهاية والمشكلة الأكبر إنه نفس الأية عن الله الله هو البداية والنهاية إذا يعني أنا الأبجدي كله أنا الألف والياء البداية والنهاية فإذن قبل الألف ما في شيء وبعد الياء ما في شيء كل شيء محصور فيه فإذن هو أرخي هون أرخي معناه رأس كل خليقة ورئيس أرخي أرخي منقول أرخي أنجل يعني رأس الملائكة من حتى هيك يدعى الملك في مكان معين الأرخ أو أرخي وهو البداية بكره من الأموات لأنه فيه سرة أن يحل كل الملء بالمسيح سرة أن يحل كل الملء ملء شو؟ ملء الألوهية بالإصاحة الثانية من بعده دغري بيقول عن المسيح فإنه فيه يحل كل ملء اللهوط الألوهية جسديا وشوف الآية ما أهمها هاي بتكفي إذا فيه نقول هاي الآية نوقف هون بالمسيح يحل كل ملء الملء يعني هالكباية إذا مملوقة لهون وفي الضيطب الكامل كل الملء هون صار موجود في الوعاء الآخر كل ملء الألوهية حلت في المسيح ما بقى فيه أوضح من هيك بعدين بيقول وأن يصالح به الكل نفسي عاملا صلح بدأ مصالي به تدأ بالفداء بالعشر نقاط وانتهى بالفداء كم ديئة بعد عنا بس لعش ديش بدي أخذ تفاصيل يعني فيه تقريبا خمس دقايق خلينا نتقل للعبرانيين اللي هي إذا بدك ذروة الأمر طبعا نتأمل بس بثلاثة آيات بالبداية الرسالة واحد واحد الله بعدما كلم الأباء بالأنبياء في الماضي من خلال الأنبياء قديما بأنواع ودرك كثيرة بوحي بعجيبي بمعجزي بظهور بملاك كلمنا في هذه الأيام الأخيرة مش من خلال ابنه ولكن فيه ابنه هو الرسالة عندما يقول المسيح ما قال أنا أعطي الحياة قال أنا الحياة ما قال أنا أعطي النور قال أنا النور ما قال أنا أعطي الطريق أنا الطريق فكلمنا المسيح هو الكلمة هو الرسالة وما عمله وما قاله طيب الذي جعله وارثا لكل شيء الذي به بيبدأ يتكلم عنه الذي به أيضا عمل العالمين الخليقة تمت من خلال الرب يصول المسيح هو الخالق واحدهم بشبه بقول أنه إيه هيدا مثل مهندس بقول أنا عملتها البنائي لكنه استخدم المعمر والنجار وليس صحيح نحن بكل نبوات العالي القديم والتصريحات عن الله أن الله خلقها بفعل مباشر قال الله ليكون فكان أنا المصور الأرض كلها من معي عدة مرات هو الذي صورها وهو الذي أسسها وهو الذي عملها فما في عنا خالقين الله بس شوف بعض التعبير المهمة جدا قال الذي هو بهاء مجده شو يعني بهاء مجده شو بهاء مجده سطوع توهج إشعاع رادي برايتنس إذا الله عنده مجد المسيح هو جمال هذا المجد ونرى مجد الله من خلال المسيح قال نحن ترفنا على الله بوجه صوع المسيح كيف تتفصلهم عن بعض البعض يكمل ويقول ورسم جوهره ربما ما في عبارة بمفهومة أنا أدق من هذه العبارة رسم جوهره الله عنده جوهر أسنس سبستنس المسيح هو التعبير وصورة تبقى الأصل هذه معنية الكلمة صورة تبقى الأصل لأ الله كل ما هو جوهر الله هو جوهر الإبن لأنه هو نسخة تبقى الأصل عن الله وحامل كل الأشياء بكلمة قدرته هو الله القدير صنع بنفسه تطهير الخطيانة جلس في يمين الأعالي صائرا أعظم منها هو ليس ملاك البعض بقوله هو ملاك هو صار أعظم من الملائكة والملائك تسجد له يعني موضوع شيء كثير أستيس نيكولا خليني في الختام يمكن معنا دقيقة دقيقتين بتهيأ لي عم بفكر في تصريح بطرس في قيصرية فليبوس لما سأل يسوع من يقول للناس أني أنا ابن الإنسان قال له أنت هو يسوع المسيح ابن الله الحي جواب المسيح كان طوبة لك يا سمعان إن لحما ودما لم يعلن لك فالموضوع هذا إعلان إن أراد الإبن أن يعلن لك إذا ممكن تختملها بهذه الفكرة بالحقيقة إذا الإنسان ما استسلم لإعلان الله من خلال كلمته عن ذاته إذا بدك تتعرف علي أخي المحبوب لا يمكنك تتفرج علي وتستنتج لأنك قد تستنتج أمور بعيدة كل البعض أفضل شي أنك تسألني تقول لي ممكن تعرفني على ذاتك وأنا إنسان مثلك فبإمكاني أني أنا استنتج عن الله من شناك عندنا مئات الأديان في هذا العالم كل واحد استنتج وهناك إعلان إلهي من خلال كلمته فيما بقل له لأله أنا بظن أنك لازم تكون واحد اثنين ثلاثة وسأعبدك على الأساس أو أني قل له يا رب أعلن لي عن ذاتك قال له أن دائما لحمة ودمن في الإنجيل تعني الطبيعة البشرية ليس بسبب ذكائك وتميزك وفكرك الثاقب لكن الآب أعلن لك فأنا تشجيع لكل أحبيبنا مسيحي مؤمن مسلم ملحد قل له تجرأ وقل له يا رب أعلن لي عن ذاتك لا أريد أن أتي إليك يا رب ببريسبوزيشنز يعني فرضيات مسبقة أنا أتي إليك يا رب كصفحة بيضاء ودون علي ما تريد أنا أسلمك قلبي أسلمك حياتي وفكري وأنا أبحث يا رب أرجوك أن تعلن لي عن ذاتك أخيرا اللي أحب أقوله لو لم نعرف قصة تجسل وقصة المسيح وتسألنا إذا كان في إله خالق وتجسد وأتك بشر ماذا كنا نتوقع منه أن يكون توقعنا منه حياة الكمال والمسيح كان كامل توقعنا منه المحبة وهو محب توقعنا منه أن يعمل أعمال الله ماذا عمل المسيح لم يظهر عن ذاته بأنه هو الإله الذي تجسد أمين أمين شكرا جزيلا أخي نكول ربني باركك ويبارك خدمتك بس الشيء اللي لفت انتباهي أعزائي المشاهدين أنه كل هذا الإعلان العظيم هو من أجلك من أجلي هذا الإعلان المخلص عندما تضع ثقتك وإيمانك في شخص الرب يسوع وتؤمن به إيمانا قلبيا وتعترف به أنه هو رب هو يسوع ابن الله الحي عندها تنال الخلاص الكامل أنا أصلي من كل قلبي أن هذا الإعلان يكون من نصيبك اليوم ربني باركك ويكون معك ترجمة نانسي قنقر